بيبدأ الفيلم بتقرير اخباري وفي ست بتقول ان الراجل حاول يعودها في سوبر ماركت وبعدين الكاميرا بتبعد وبتورينها كلب العيلة وهو خايف ادم بيجرب سرعة وبيروح على قوضة ابو امه بيلاقوهم ميتين ومضغطين بالدم بيستخب تحت السرير وبيمسك المسدس وهو بيعمر السلاح مخلوق بيدخل القوضة وبيبدأ يجر جثة ابو امه قبل ما المصاص يلاقيه وكمان ويستعدي هجمه وبيتغير المشهد وبنتعرف على تشارل الصغير طالب في السنوية في مؤاطعة كلارك في نيفادا وهو بيجور الموتسيكل بتاعه المكسور للبيت بيسلم على جار تودوريس قبل ما يدخل الجراش امه جين بتبدأ تشتكي من الجار الجديد الغامض اللي بيرس خرسانة في الجراش من غير اي سبب واضح بيقطع كلامهم صاحبة تشارلي امي اللي جاية تاخده علشان يروح المدرسة ولما تشارلي في الفصل المدرسة بتنادي على الطلبة وفيه كذا واحد غايب منهم واحد من اعز اصحابه هو ادم اللي بناكتشف ان هو اللي تقتل في اول الفيلم لما تشارلي وقف عند الدولات بتاعه واحد من اصحاب طفولته اسمه ايد بيشده على جنبه بيقوله ان ادم مختفي وبعدين بيقترح انهم يروحوا يشوفوا ايه الحكاية بالليل تشارلي متردد علشان من ساعة ما بدأ يخرج مع امي وهو بقى ولد مشهور انما ايد وادم بيعتبروا فشلين بدل ما يساعد ايد بيروح في موعد مع امي بعد كده لما امي بيتوصلوا البيت بيشوف امه وهي بتتدلع على الجار الجديد جيري بيقرروا يحيوه بعد ما جيري بيدخل بيته شارلي بيوصلوا رسالة من ايد وهو متنرفز بيهددوا انه هينشر قصص محرجة عن طفولة شارلي لو مجاش ده بيخلت شارلي يجري على بيت ادم على طول وهناك ايد مستني الاتنين بيحاولوا يخبطوا على الباب بس محدش بيرد فبيدخلوا بالعافية وبيتسللوا الجوة وهما بيستكشفوا البيت الضلم الفاضي ايد بيدعي ان الجار الجديد بتاع شارلي اللي اسمه جيري مصاص دماء ايد وادم كانوا بيحققوا في الموضوع ده من فترة ودلوقتي متأكدين من هوية جيري من ضمن الادلة ان شبابيك جيري متغطية بالكامل علشان كده بيحذر شارلي انه ما يدعيش جيري ابدا انه يدخل بيته لان المصاص محتاج دعوة علشان يدخل طبعا شارلي شايف ان الكلام ده كلام عبيته وهبل والاتنين بدأوا يتخنقوا على قد ايد شارلي تغير من ساعة ما بدأ يتعامل مع الناس الشعبيين اللي ايد شايفهم ناس مزيفة في اللحظة دي بيتفرقوا عن بعض ايد بيروح البيت بالسكيتبورد لحد ما بيتعرض له البلطاج بتاع المدرسة مارك فبيضطر يتسلق صورة علشان يهرب للأسف بيقابل جيري في جنينة بيت عشوائية فبيكسر وبيدخل البيت باكر ان جيري مش هيقدر يدخل بس جيري بيدخل عادي لان البيت مهجور جيري بيعلن انه عارف ان ايد كان بيرقبه من فترة واد بيبدأ يجري على السلم بس بينط من الشباك جيري بيكون مستنيه برا ايد بيقع في حمام السباحة وجيري بيقول له يهدى لان اللي هيحصل ده المصلحته بيستخدم قوة تحكم العقلي بتاعته علشان يقدر يلعب في دماغ ايد قبل ما يغرز انيابه في رقابته في اليوم اللي بعد كده ايد شارل بيلاحظ ان ايد مش في المدرسة فبيقرر يزور بيته بعدين بس ما بيلاقيش غير ابوه امه هناك بيرحبه بيه بحرارة وهو بيطلب الازن يطلع فوق بحجة انه عاوز يستلف كتاب وفي قوة ايد بيلاقي موقع لصياد مصصين دماء اسمه بيتر فينسنت كمان بيلاقي سلسلة فيديوهات ايد سجلها في السر قدام بيت جيري وفيها بنشوف باب عربيته بيتحرك لوحده وده بيثبت ان الراجل مش باين في الكاميرات ده بيصدم تشارلي جدا واخيرا بيقتنع ان اللي ايد كان بيقوله حقيقي لما بيرجع البيت جيري بيظهر فجأة وبيقول انه محتاج خدمة عنده بنت في البيت بس خلصت البيرة فبيسأل تشارلي لو عنده علبة تشارلي بيقوله ايوة وهو متوتر جيري بيمشي وراه عند الباب بس زي ما كان متوقع ما بيدخلش تشارلي بيدور على علبة في التلاجة وجيري بيبصله بيكسر ازازة بالغلط وجيري بيعرض انه يساعده علشان ينظف بس تشارلي المرعوب اصر انه يقدر يعملها لوحده بعد ما بيد البيرة لجيري وبيقفل الباب بيطلع فوق وهناك ايمي مستنية دماغ تشارلي مجغولة اوي بافكار عن جيري دلوقتي فبيجرى على الشباك بيشوف فعلا البنت صاحبة جيري وصلت البيت واللي طلعت انها جارتهم دوريس تشارلي بيزق ايمي بعنف على السرير لما جيري بيبص عليهم ايمي مش فاهمة ايه اللي بيحصل وبتقرر تمشي وبعد كده بالليل تشارلي بيصحى من النوم على صوت ست بتصرخ فبيتصل بالطوارق بس لما البوليس بيوصل جيري بينجح انه يقنع الظابط انه كان بيهزر مع صاحبته شارلي بيرائب المحادسة دي بشمئزاز وبيركز وجيري بيركب على بيته وبيمشي على طول بعد ما البوليس يمشي ولان شارلي الان على سلام الدوريس بيتسلل لبيت المصاص وبيبدأ يحقق بيلاقي رمز مستخب في مكتب جيري وبياخد صورة كدليل بس قبل ما بيكتشف اكتر جيري رجع فبيضطر شارلي يستخب جوه دولاب بيلاقي باب سري بيؤدي الممر فيه كذا اوضة واحدة منهم مقفولة بيبص من خرم الباب وبيلاقي دوريس هناك فبيمسك مفك وبيحاول يفتح القفل للأسف بيضطر يستخب تاني لما بيسمع جيري وهو جاي من شاء الباب بيشوف جيري بيجر دوريس المسكينة وبيمص دمها أثناء الهجوم دوريس بتوسط شارلي يفضل ساكت وبعد كده جيري بيرم دوريس وبيسيب القوضة شارلي أخيرا بيفتح الباب علشان يطلع دوريس من البيت بأمان ووقت ما جيري مشغول بيتفرج على التلفزيون في الصالة الاتنين بينزلوا السلم وبدأوا يتجهوا للباب لحد ما جيري بيظهروا بيخليهم يرجعوا الوراء بس هو بس بياخد تفاحة وبعدين بيرجع للتلفزيون تاني ودي فرصة شارلي علشان ياخد دوريس ويطلعوا برا بس هما بيتمشوا اتضح ان جيري كان بيرائبهم بابتسامة كلها مكر الاتنين بينجحوا يخرجوا من البيت ودلوقتي النهار طلع بس لما دوريس خرجت في نور الشمس بتولع فجأة وده بيصدم تشارلي لما بيرجع البيت بيحذر أمه تبعد عن جيري تماما وما تدعوهوش أبدا انه يدخل البيت وبيسيبها محتارة وفي المدرسة بيقرر يبحث عن صياد المصصين اللي موقعه كان مفتوح على كمبيوتر إد بيتر فينسنت بعدين بيتتبعه وده بيودي لما كان عرض مصرحي الراجل بيعمله شارلي بيتظاهر انه صحفي وبيقابل بيتر فينسنت في شاقته اللي متزينه بأسلحة صيد كائنات خارقة للطبيعة وأشكالها مختلفة بس لما بدأ يسأله عن ازاي يقتل مصاص دماء وورى كمان صورة للرمز المستخبي اللي لقاه في بيت جيري الراجل بيقول عليه مجنون وبيطرده برة من غير أي اختيار تاني شارلي بيرجع البيت وبيحط توم وصلبان حوالين قط في الوقت ده البلطجية بتوع المدرسة مارك وبين بيرقبوا من الشباك بفضول جيري بعدين بيقرب منهم وفي أقل من دقيقة بيهاجمهم في الوقت ده جوة شارلي بينحط خوزي علشان يسلح نفسه لما صاحبته بتظهر وتسأله ليه بيتصرف بغرابة كده بس قبل ما يقدر يشرح لها حاجة جيري بيخبط على الباب وبيطلب من جين تسلم له ابنها لأن شارلي دخل بيته وسرقه في اليوم اللي فات جين بتتصدم لما بتسمع كده بس بتقرر تثق في ابنها وبتطرد جيري وبتقول له يغور من هنا ده بيغيز مصاص الدماء جدا فبيمسي كوريك وبيبدأ يحفر في جنينة شارلي وبيقطع خط الغاز علشان يعمل حريقة وده خلى المدخانة تنفجر وتولع البيت للوقت مقتنعين ان جيري بقى خطير جدا التلاتة بينطف العربية وبدأوا يهربوا جيري بيحاول يطردهم بموتيسيكلة شارلي بس العجلة اللي قدام مكسورة فبيرميها على العربية وبيخوف ايمي لما شارلي بيحاول يشرح ان جيري مصاص دماء امه لسه مش مصدقة ومش بعيد عنهم جيري بيخبط عربيته في مؤخرة عربيتهم كمان بيحق عربيتهم من الجنب قبل ما يسبقهم ويسد الطريق جين بتخاف بس شارلي بيزعق لها تفضل سيئة فبتعمل كده فعلا للأسف بيواجه مشاكل اكتر لما جيري بيتعلق في قاع العربية وبينجح يكسر الارضية بيبان انه رجع لشكله الحقيقي دلوقتي شارلي بيبدأ يرفصه علشان يبعده وجين اخيرا بتوقف العربية وهو بيطير منها بس بعدين عربية تانية بتخبط في عربيتهم والسواء الغطبان بينزل في اللحظة دي جيري بيرفع عربيتهم بشكله الجديد كمصاص دماء بيقرب وبيهاجم السواء وبيشرب من دمه شارلي بعدين بيتدخل بشجاعة بصليب كبير علشان يدفع عن نفسه وهو بيقول لأمه وصحبته يجرؤ وببطء بيقرب من جيري اللي رجع لشكله الانساني تاني بس للمفاجأة الصليب بيحرق بس لما بيلمس مصاص الدماء وهو بسهولة بيرمي تشارلي على عربتهم وقت ما هو بيستهزق بتشارلي على قد ايه البشر اغبية ودايما مش بيعرفوا يصيبوا قلب مصاصين الدماء لما بيغرزوا الخزوق في المصاصين جيم بتقرب بهدوء من وراء وبتغرز علامة مرور في جيري اللي بيصرخ من القلم في نفس الوقت جيم بيغم عليها بعدين تشارلي وامي بيشلوها والتلاتة بينطوا في عربية السواق الميت شارلي عن قصد بيخبط في عربية العيلة فبتتقلب على جيري وقت ما العيلة بتهرب من المكان بنقدر نشوف عظم جيري بيرجع لمكانه وفي المستشفى البوليس كمان بيوصل علشان يسأل ايه اللي حصل بس طبعا تشارلي ما بيقولش حاجة عارف انهم مش هيصدقوه في الوقت ده الصياد بيتر فينسنت بيقرر يدرس البصمة اللي تشارلي سابها في مكتبه اليوم اللي فات واخيرا بيعرف ان تشارلي ما كانش بيحاول يضحك عليه ولا حاجة بيتصل بالشاب وبيطلب منه ييجي بيته لما التلاتة في الاخر اتقابله في بيت بيتر فينسنت هو في النهاية فتح قلبه قال ان الرمز ده بتاع سلالة قوية جدا من مصاصين الدماء ظهرت ان البحر متوسط وكانوا بيخلوا ضحاياهم عايشين لايام علشان يحولوهم لمصاصين هما كمان على حسب كلامه شارلي ما عندوش اي فرصة ضد المصاص ده لان قتل النوع ده محتاج جيش فجأة فينسنت بيجي له مكلمة بتقول ان فيه طرد جايله فبيطلب من الراجل اللي وصل الطرد انه يدخل وبيقول لصاحبته تجيب الطرد بس طلع ان دي كانت خدعة وبس ات بيدخل وبيكون اتحول لمصاص دماء فينسنت بيمسك مصمار صليب علشان يهدده بس بسرعة بيجري وهو خايف لما ايد بيطرده باب الاوضة الامنة بيهرز دراع ايد وهو على وشك يوصل لفينسنت في نفس الوقت شارلي وامي بيتكعبله في جثة صاحبة فينسنت عند المدخل وبيكتشف انه مفتاح الاسنسير اتدمر يعني لازم يلاقوا طريقة تانية للخروج ده ما بيخليشوا قدامهم غير انهم يستخبوا ورا رف وفي نفس الوقت ايد بيدور عليهم بعد ما الاتنين بيوقعوا الرف على ايد شارلي بيمسك اقرب سلاح حاد وبيقول لصاحبته تلاقي مكان امن ايد بيبدأ يخنق شارلي وبيرميه في القوضة بس شارلي بيقوم تاني وبيمسك الفاس المعروضة على الحيطة الاتنين بيواجهوا بعض وشارلي بينزل بالفاس بجنون على ايد لحد ما في الاخر بيدربه في رقابته في الجنب التاني من الشقة ايمي بتسلح نفسها بمسدس ورصاص فضي بالزبط لما جري مصاص الدماء بيوصل بتحاول تضربه بس يدوب بتئزيه لان الرصاص ده مخصص للرجال الزئاب من غير افكار تانية بتلاقي الكاس المقدسة وبترمي مياه مقدسة في وشه واللي بتخليه عاجز مؤقتا لو فاكر ان ايد مات لا ما متش هو بس عدد رقابته وكمل هجومه على شارلي بيثبته في الارض وبيستعدي عض رقابته لحد ما ايمي بتتدخل وبتضربه بسلسلة لما ايد بيقوم تاني شارلي بيتردد يغرز خزوق في قلبه واللي بيخلي ايد يرجع لشكله الحقيقي اللحظة وبيقول لت شارلي انه كله تمام قبل ما يتحول لرمض بعد ما بيعلن ان جري هنا لاثنين بيهربوا من باب بيودي النادي ليلي وقت ما جري اللي واضح النفاء من المياه المقدسة راح وراهم لاثنين بيتفرقوا وسط الزحمة جري بيلاقي ايمي وبيجرها وبيستخدم قوة تحكم الزهن بتاعته علشان يخليها تدوق دمه ويشيل حركتها تماما وهو بيبسها في الوقت ده تشارلي بيحاول لحقها بس حارس الامن بيسحبه بعيد ما بيخليش قدامه غير انه يتفرج وجري بيمص دم ايميه لما بيرجع لشقة بيتر فينسنت بيلاقي الراجل بيحزم شنطته علشان يمشي فينسنت بيعترف انه عمره ما قتل مصاص دماء قبل كده وانه بدأ يجمع ادوات صيد الكائنات الخارقة للطبيعة بس بسبب صدمة لان ابوه امه تقتله على ايد مصاص دماء بعد ما بيسمع تشارلي بيحلف انه هيقتل جيري بيديله خزوق خاص اللي على حسب كلامه عنده القدرة ان يرجع الضحايا اللي تحوله لمصاصين دماء لبشر تاني وده لما المصاص الاصلي يتضرب بيها بالاضافة لكده بيقول تشارلي ان المصاص مش بيقدر يفكر كويس وهو بيولع بعد كده تشارلي بيروح محل بضاعة مستعملة وبيشتري حاجات كتير منها قوس وسهام وبيجهز نفسه بيروح على بيت جيري بيكسر كل الشابابيك علشان يدخل ضوء الشمس شارلي بعدين بيلاقي امي جوا واحدة من الاوض بس بيسمعها بتتسحب قبل ما بيقدر يوصل لها لما بيخرج بيلاقي بيتر فينسنت اللي جاي مسلح علشان يساعده هنا بيكتشفوا باب سري تحت الحجرة اللي كانت امي فيها وبيقرروا ينطوا جواها الاتنين بيتقدموا في الممر وبيعدوا من باب بس من غير ما يعرفوا جيري مستخب وراهم بعدين بيمسك بيتر من الارض وتشارلي بيحاول اضربهم بالسهم بس جيري بيمسك السهم بعدها جيري بياخبط الباب وبيقفل على تشارلي برا بعيد عن بيتر بيتر بيبدأ يرجع لورا وهو بيضرب على جيري بس الرصاص ما بيوقفوش بالاخر جيري بيرمي حجر على جابهة بيتر بيخليه ينزف للوقت باين ان جيري مش لوحده والمصاصين الصغيرين اللي عضوهم بدأوا يطلعوا من الارض والحطان وانجذبوا لريحة الدم في نفس الوقت في الجنب التاني من البدروم شارلي بيلاقي امي اللي عقلها دلوقتي فاسد بسبب المصاص بتشل حركة شارلي وقت ما بيتر بدأ يضرب على المصاصين الصغيرين ببندقيته الخاصة بس البندقية بتعلق بعد كم طلقة ولما امي بتظهر انيابها علشان تعود شارلي هو بيغرز الخزوق فيها بس عن قصد بيبعد عن قلبها شارلي بعدين بيكسر الباب واول ما بيشوف ان بيتر في خطر بيدرب السقف بيعمل سقوب سؤيرة بتخلي ضوء الشمس يدخل علشان ينقذ بيتر جيري فهم ان بيتر اتعد لما بيشوفه بيدخن في ضوء الشمس وبيتحول لمصاص ببطء امي بتقرب من جيري وبدأ اتبوسه وبالتلهية دي شارلي بيستخدم ولاعة بيتر علشان يولع في نفسه وبينط على جيري وبيكشف ان بدلته ضد النار جيري بدأ يصرخ وبيتخبط وشارلي متعلق فيه بيعمل حفرة كبيرة في السقف بتخلي ضوء شمس اكتر يدخل ويحرق جيري بيتر بعدين بيرمي الخزوق لتشارلي وهو بيغرزه في قلب جيري وبيحوله الغبار وبيطير في الهواء في اللحظة دي المصاصين التانيين الصغيرين بيرجعوا بشر تاني من غير ما يفتكروا ازاي وصلوا للبدروم وصحاب تشارلي وناس تانية كتير رجعوا للحياة بفضل شجاعة تشارلي ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة اشتركوا في القناة